حياتي يا حبائي وهي الحلقة الثالثة اللي عم نتكلم فيها عن الفاكسين أو اللقاح وعم نعطي شوية تفاصيل حبستعمل كتير تعبير يلي يمكن هي باللغة الإنجليزية لأنه أسهل تعبير علمي قلنا بأول حلقة بشكل عام أنه فيه اول اثنين يلي طلعوا من ناحية اللقاح الـ mRNA يلي هو الفاكسين من موديرنا والتاني يلي هو من فايزر وعننا الأبحاث والأفكسي يعني الفاعلية تبعهم كانت هائلة كتير أكتر من توقعاتنا 94% للموديرنا و95% للفايزر والنتائج السيفتي بالأكيوت أدفرس إفنس كانت كويسي والنتائج يلي موجودة بالنسبة عنها طبعا فيه تعب فيه فتيج بنسبة فوق الـ 50% خاصة بعد الدوز الثاني فيه بعض العوارض الثاني يمكن حرارة بحوالي 15-10% لـ 15% بس كل ياتا هايدي شي بيضاين يومين هلأ الـ long term adverse event الاشتراكات الطويلة ما منعرف عنها بس اعتقادنا إنه ما بيصير في ميكسنج مع الـ DNA والموضوع الأنفلاكسز يعني الـ severe allergy اللي بيصير منه هذا بيصير بس عن بعض الأشخاص يلي عندهم تاريخ أغلبهم عندهم تاريخ من الحساسية في الماضي لـ injectables أو عندهم حساسية للـ polyester glycol يلي هو موجود بالفاكسين هل يا ترى هادا الفاكسين حاطين لك نانو بارتكولز وإشياء وعب يتجسسوا عليك يعني هايدي نظريت المؤامرة شوي مضخمة ومعليش هادا فاكسين يلي كويس وانا بنصح فيه إذا انت موجود بمنطقة من العالم يلي فيك تاخده طيب شو اللقاحات التانية اللقاحات التانية يلي نحنا أمامنا أول تاني وحدة يلي هو أسترازينكا وأكسفورد يلي هو اخد غلاف فيروس تاني حاطين له الغلاف طبعه أدينوفيروس ويلي هو سبايت بروتين هدا منه أمر أنه هاي وما في مشكلة من هالناحي هاي الإفشنسي تبعيته يعني الفعالية تبعيته 70% الدراسية اللي طلعت من هناك ولكن في شي شوي عجيب أنه طلع وقت عطه دوز أقل وقت عطه الدوز يلي الواطي مش الدوز يلي هني عبي يستعملوه كانت النتيجة 90% وقت عطه الدوز يلي هني كانوا أصلا بالدنيا مش الواطي أو القليل كانت 62% ما عم نقدر نعرف هون بس بحوالي 8% كان في مضاعفات يلي قوية شوي بس الأغلبية كانت حقيقة سيف ليقدر واحد ياخده هذا البريطاني يلي هلأ صار عبي يستعملوه ببريطانيا وحبي يستعملوه بمناطق تاني بأوروبا ويمكن بعض عنا بالشرق العربي السؤال الكبير يلي دايما بيجيني ماذا عن الصيني هلأ الصيني ما عنا معلومات كتير يعني هني فيه اتنين من الصيني واحد هو الساينوفاك والتاني ساينوفارب الساينوفاك شوي بحير لأنه معنا معلومات منشورة يلي اوح بحاث يلي نحنا كاطباء علماء فينا نلمسها وندقق فيها ونبحثها يعني مثلا الصيني الساينوفاك يلي هم انتشر بالعالم العربي ووزعوه قبل ما يعطوا معلومات عن الفيز تري ترايل وبدأ مثلا بالبرازيل كانت مفاجأة لأنه فعاليته كان تواطي كتير خمسين بالمية بتركيا ازاعو انه واحدة وتسعين بالمية باندونيسيا خمسة وستين بالمية ما عم نعرف مضبوط وبعدين تسمع عن خبريات ناس اخدوه مثل مثلا امرأة فاضي اللي هي والدة صديقي اخدته بالاردن ويمكن بعد يومين توفت الا علاقة وما الا علاقة من هيك ما عنا دراسات وعنا نوع من التشكيك بالارقام يلي يمكن متضاربة من هيك ما فيني انا انصح حتى نشوف الابحاث بين ادينا الساينوفارم يلي بيستعمل بالامارات وبالبحرين الامارات قالت انه الفعالية 86% الشركة قالت بدراسة تانية انه 79% ما كتير فرق بس كمان منحب نعرف اكتر عن مضاعفاته واشتراكاته من هيك ما عنا كل المعلومات وما حفيني يقدر فيتكون نفس الشي مع سبوتنيك يلي هو الروسي يلي بعد ما وزعوه خارج روسية بس عاب يستعملوه بداخل روسية بس لو تطلع على الدراسة بيقولوا انه فعاليته 91% بس ما عنا كتير حالات كوفيد يعني كيف بده يقدر واحد يوصلوا 91% وعندهم 39% حالي كوفيد الاخير يلي هو طلع اليوم يلي هو نوفافاكس يلي هو بيستعمل كمان سباكت بروتين هولي كلهم منهم ار ان اي النتائج كويسي فيه يلي هي بالبريطانيا 90% فعاليه والأدفرس إفنس بسيطة يلي هي سفير أدفرس إفنس وهذا بعتقد بالأسابيع المقبلي والأشهر نوفافاكس معقول يترخص ويكون بمتناول أيدينا فإذا أنا النصيحة انك تروح لفاكسين يلي فيه عليك ابحاث تسأل الطبيب تبعك يلي بتعطيك نتيجة عن الأفكسي تبعيته وعن السيفتي عن الاشتراكات يلي بتصير حتى تقدر تاخد الفاكسين المناسب والف شكر الكون وشكرا لمتابعة